موسيقى مرحبا حضراتكم معنا مرة تانية في النور منذ الأمس انطلقت فعليات مؤتمر مصر تستطيع بأبناء النيل في محافظة لقصر الحقيقة تحت رعاية وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج حضر هذا المؤتمر عدد من الوزراء وكمان حوالي 23 عالم مصري من علماءنا الموجودين بالخارج الحقيقة انه المؤتمر ناقش العديد من القضايا اللي بتخص الشأن المصري كان فيه جلسات استماع كبيرة جدا لعدد من العلماء ورؤية كل عالم لحل مجموعة من المشاكل اللي بتخص مصر على رأسها قضية المياه هنتكلم اكتر عن تفقاتي لهذا المؤتمر واهميته مع المهندس حسن شعبان مساعد رئيس حزب الوفد السابق اهلا بك بشمان اهلا بحضر يعني في البداية اهمية وجود مثل هذه المؤتمرات من وجهة نظر حضر اولا بتقيم علاقة ما بين المصريين المتفوقين في الخارج اللي تبوأوا مناصب ومراكز وحققوا انجازات علمية اعترفت بها الدول التي احتضنتهم مصر النهاردة فتح ابوابها وعايزة يعني بتسابق الزمن وعايزة الحقيقة تصلح اه 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 اوضاع كانت اصابها خلل كبير في علاقة اه المصر الام بابنائها في الخارج اه اه المصريين دايما مرتبطين عاطفيا دايما بيفكروا في مصر على البعد ونفسهم انه الاعتراف اللي حصلوا عليه في الدول التي احتضنتهم لا يقاس باعتراف الوطن الام بهم انه انا ارجع وطني واني اقابل بحفاوة واني اقابل باعجاب وتقدير الحقيقة هذا الشعور لا يقاس باي شيء هذا ويسام على صدر كل عالم مصري هاجر الى الخارج نجح احنا النهاردة بنرحب به ونحتضنه وبنمديله ايدنا ومحتاجين العلم بتاقله ان احنا نوظفه في حل مشاكلنا فكرة اننا نفتح ابوابنا مرة تانية ونسترجع علماءنا علشان يقولولنا وجهات نظرهم في مشاكلنا الداخلية فكرة رائعة والحقيقة انه لما من فترة عقد هذا المؤتمر بنفس الصيغة لكن مع التاء المربوطة استدعينا سيدات مصر بالخارج علشان يقدمونا نمازج رائعة في النجاح بالخارج وقبلها كان مجموعة ايضا من العلماء ده بيدينا اشارة كده ان مصر اصبحت يعني بتمد جزور تواصل طول الوقت ما بينها وما بين ابناء مصر بالخارج حالك شايف ردود الافعال على المؤتمر ده يعني ردود الافعال الخارجية من قبل المصريين المقيمين بالخارج ودخليا الحقيقة انا يعني يبهرني تصارع المصريين في الخارج للاشتراك في هذا المؤتمر الحقيقة كم من الاخلاص لا يمكن اغفاله ورغبة يعني عارمة لتقديم يعني ما يتطلبه الوطن باخلاص شديد حنلاقي مين مخلص للوطن قد ابناءه اللي قدينها جروا وهما يعني راغبين في العودة وحل مشاكل للوطن من اهم المحاور اللي ركز عليها المؤتمر آليات تعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة احنا كلنا شايفين ومدركين اهمية المياه في الفترة الجاية عندنا حرب على المياه عندنا مجموعة تصارع دولي على فكرة المياه مش بس في مصر والدول محيطة لكن في أماكن اخرى كثيرة فكرة تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة هل ده محتاج بس فكرة ان احنا نعرض مجموعة من الافكار في مؤتمر ولا محتاج ايه من وجهة نظر حضرتك طبعا الحقيقة السراع على المياه وحروب المياه المتوقعة التي يبشر بها المفكرين والمنظرين السياسيين فكرة يعني يجب انها ان لا نغفلها لكن الحقيقة العلم قدم لنا بدائل كثيرة مصر كانت وما زالت تعيش على 7% من مساحته معظم اراضي المصرية غير لا يقتنها الشعب المصري وانحنا شفنا انه ده بيمثل تهديد لامننا القومية فاعادة التوزيع الجغرافي للسكان مطلوب مع عمل تنمية مستدامة في هذه الصحارة خاصة انه الصحراء ما بقتش عقبة في الزراعة مش الرمال ولا الكسبان الرملية هي العقبة العقبة في وجود مياه بصورة منطقية يمكن استقدامها للحصول على محاصيل نعتبرها استراتيجية بمعنى انه الابحاث دايما قالت انه مثلا المياه الجوفية في الصحراء الغربية عبارة عن جيوب متناثرة من عصور جولوجية صحيقة ولكنها غير مياه غير متجددة في احد زياراتي لجنوب السودان وافريقيا الوسطى الحقيقة قابلت خبراء انجليز والحقيقة لما تحدثت معهم نظروا للموضوع نظرة او يعني تعجبوا من كلامي لانه كمية الامطار التي تهطل على افريقيا الوسطى كمية ضخمة جدا قد تزيد عن الكمية التي تسقط وتهطل على اسيوبيا كل هذه الامطار دولة افريقيا الوسطى دولة حبيسة فمعظم هذه الامطار بتتسرب الى طبقات الارض ومن حسن الحظ اولا الدولة افريقيا الوسطى دولة مدارية تقع على خط الاستواء الانحناء في الكرة الارضية يجعل اتجاه المياه الجوفية في اتجاه الشمال لوجود منحة الهية في مصر اسمها منخفض القطار منخفض القطار هو عامل جذب للمياه الجوفية طيب ده يتعارض مع الكلام اللي بيقوله العلماء عندنا انه المياه الجوفية في الصحراء الغربية هي مياه قليلة وغير كافية لعمل نهضة زراعية متكملة الحقيقة احنا لازم نستفيد من وجود مثلا العلماء بتوعنا اللي موجودين في الولايات المتحدة انا اعرف انه في عدد من العلماء له علاقة بوكالة الفضاء ناسا في الولايات المتحدة مثلا وكالة فضاء ناسا عندها قمر صناعي اسمه جريس هذا القمر قادر على انه يعني يصبر اغوار الطبقات الارض الى عمق كبير للتعرف على وجود مواد تعدينية او مياه جوفية يعني بسهولة يقدر يكتشف اذا كان المكان ده في مواد تعدينية او مياه جوفية اللي حدد السهولة دي مدى حرارة علاقتنا مع الولايات المتحدة اه لا كده يبقى الموضوع صحب اعتقد انه يجب علينا ان احنا نحاول ان احنا البديل هو بديل قد يظهر على انه بديل بداي شوية ولكن شركات البترول العاملة في مصر في مجال التنقيب بتنزل لأعمال كبيرة في الآبار الاختبارية يعني لما بحفر بير بترول لاختبار طبقات الارض في المراحل الاولى منزل 8000 ادم ومنزل 10000 ادم المسافات دي كفيلة بانها تعرفني موجود ايه لاذا وجد ممثلا لهيئة المساحة الجيولوجية وهيئة بترول يعرف طبقات الارض المختلفة اللي الشركات دي بتخترقها يومين لمجرد خلق احساس بما يوجب تحت هذه الرمال في الصحرة الغربية او الصحرة الشريعة يعني حاك شايف انه من قليات تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة اننا مش بس اعتمد على الموارد الظاهرة اماني اللي هو النهر او البحيرات او ما الى ذلك لكن كمان ادور في الموارد اللي قد تبدو انها ناضبات لكن هي موجودة لاننا مش بندور عندنا شواهد يعني عندنا النهر العظيم في ليبيا الحقيقة بقاله 25 سنة شغال والحقيقة الليبيا معتمدة على هذا النهر اللي قامت شركة براون اندروت بانشاؤه والحقيقة في وقت ملاوات احنا بصينا لهذا المشروع باستغراب وقلنا انه القيادة الليبية بتنثر اموالها في الهواء ولكن الى هذه اللحظة النهر العظيم شغال بيدخ مياه صالحة للزراعة في ليبيا وبردك اضاف اضافة كبيرة لذلك الحقيقة انا عندي وجهة نظر فيما يخص الصحراء الغربية والصحراء النوبية حتى وان كانت المياه الجوفية قليلة الا انه احنا بنحتل منطقة مناخية تسعة وعشرة واعتقد انه لو غيرنا نظرتنا للتنمية الزراعية وعملنا مراعي من صنع الانسان في منطقة النوبة بحيث ان احنا نستغل العامل البشري البارع في الراعي وحولنا المواطن النوبي الى راعي نموزجي زي راعي البقر الامريكي بس مناسب لصحرين بحيث ان احنا لما نعمل المراعي من صنع الانسان نباتات المراعي تستهلك فقط ربع المياه المطلوبة لزراعات التقليدية الربع المياه الربع المياه اذا لكني اعملت صناعة منتجة للبروتين مش بس كده لو انا ابتديت اركز على انشاء مراعي في الجزء الجنوبي واكسار السروة الحيوانية في هذه المنطقة بالتدريج بزحزح مركز السقل بتاع السروة الحيوانية الى الجنوب حاليا هو موجود فين؟ لا هو موجود حاليا على امتداد الوادي والدلتا كل واحدة عنه لكن حقيقة لو انا نجحت ازحزح مركز السقل الى هذه المنطقة اولا فخلقت مجتمع قائم على تنمية مستدامة 100% وكمان امنت حدود الجنوبية يريد كمان اعمل مدينة عسكرية في المنطقة دي لانها بوابة يجب وضع الامن فيها قيد الاعتبار لكن الانجاز الاكبر لو انا نجحت ان انا نركز تربية المواشي في هذه المنطقة بالتدريج سوف تتآكل المنطقة التي تزرع برسيم سنويا اللي بتزرع في نفس توقيت الامح اه احنا عندنا مشكلة مش عارفين نعمل توازن لحد الوقت احنا بنزرع مليون ونص فدام برسيم في نفس التوقيت اللي بنزرع في الامح فلو تضاقلت الاحتياجات لزرع البرسيم في الوادي والدلتة نتيجة انه الماشية اصبحت مصدرها السحراء النوبية والمنطقة المتاخمة اللي تشكى والعوينات اذا المناطق دي بطريقة اوتوماتيكية تتحول الى زراعة الامح المشكلة مصر مشكلة ادارية قدي بالحضرتك انت عندك سروة اللي هي الاراضي واراضي مصر هي سروتنا الحقيقية بس توظفها توظيفا جيدا لذلك اعادة النظر في الخريطة هقول لحضرتك حاجة اعجب واغرب الشواطئ المصرية التي يثبت انها ليس بها مياجة وفيها عزبة يمكن زراعتها مباشرة على مياه البحر المليحة بدون معالجة ومراكز بحوث السحراء الموجودة في مصر تعالى ماذا وعندنا ابحاث كتيرة على نبات اسمه السيليكورنيا هذا النبات الحقيقة احنا عمضينا اعتقد بروتوكول مع ابو ظبي دولة الامارات وعندنا تبادل خبرات فيه وإحنا عندنا خبرات جيدة فيه هذا النبات يصلح للرعي مباشرة وتنمية السروة الحيوانية وميزة ان انا ازرع مناطق قاحلة بنبات اخضر بصرف النظر هو مراعي او النبات السيليكورنيا او انه بيغير وجه السحراء وبيغير الملاخ السحراء المصرية عبارة عن مراية كبيرة طاردة للصحب نتعجب ليه الدنيا بتمطر هنا وبيتمطر هنا لانه الخضرة في مصر مش كفاية علشان تحول السحراء الى منطقة ملتهبة طاردة للرطوبة لو انا غيرت بتمطر ساعات في العوينات عمرها ما كانت بتمطر لما العوينات اتزرعت فالحقيقة موضوع المياه احنا محتاجين ان احنا لا نغفل الابحاث بتاعة الزراعة على المياه المالحة لا نغفل اعادة النظر في استخدامات المياه الجوفية التعاون مع الدول الاجنبية في معرفة ما هو في بطن الارض وده برضو كان احد المحاور المهمة اللي ركز عليها المؤتمر فكرة تكنولوجيا اقتصاديات معالجة وتحلية المياه علشان استخدامها في الحراكة ذكرته دلوقتي لكن الحراكة بتقول انه لو عملنا يعني اعادة توزيع للخريطة السكانية في مصر الحقيقة انه الفكرة دي وردت يعني احنا المحافظات الجديدة اللي بيتم انشاءها حاليا فكرة الاستصلاح مليون ونصف الدان الريف المصري بالشكل الجديد هل ده يساهم بالشكل اللي حاك شايفوا ولا فيه اجراءات تانية ممكن اتخذها في الوقت الحالي تحديدا الحقيقة انا احبه وانحنا بنبص على الخريطة انه ندرك انه مش في الصالح العام تفتيت الاراضي المصرية الى محافظات جديدة انا من اكبر انصار اللا مركزية الحقيقة اللا مركزية هي الخطوة الجريئة القادمة التي يجب على الدولة انها تضحة في اعتبار لتحقيق نهضة تنموية حقيقية بمعنى بمعنى ان يمنح المحافظين صلاحيات اكتر ان يتم دمج بعض المحافظات الموجودة تحت رئاسة نائب رئيس جمهورية يتابع محافظين يعني الفيوم بنسويف المينيا يبدأ المحافظ بس هذا اقليم على بعضه وتمتد حدود هذا الاقليم من الحدود الليبية المصرية لغاية البحر الاحمر ميناء خاص تحصيل ضرائب ارض مخصصة في الصحراء الغربية للزراعة وفي الصحراء الشرقية للصناعات والتعديل لازم كل اقليم من هذه الاقليم يبقى يتكامل مع بعضه يبقى نشوف نخلق تنافس ما بين هذه الاقليم من يكتفي ذاتيا اه يعني يكون فيه كل اقليم بقى يحاول انه يبقى ليه يكايف اوضاعه اقتصاديا يكون ليسا عظب تميزه هل البعض ممكن يواجه هذه الفكرة بانه يعني انتوا هتخلونا اقليم احنا هنتفتت يعني زي دول اخرى مجاورة احنا مصر النهاردة ما زالت بتتحكم كما لو كانت 25 مليون النهاردة احنا 100 مليون عشان الدولة تستطيع ان تقدم خدمات وتراقب وتتابع محتاجة الدولة موجودة في كل حتة من الاقليم دي الموظف ده ما هو تابع للدولة لكنه بيستمد قوته محليا احتياجات الاقليم متابعة الصحة مش معقول انه وزير مركزي يتابع كل كلام ده اه يعني نقسم المهام على اجزاء وكل جزء يكون ليه شخص يعني ده هيسايل فكرة المراقبة والتعامل لانه الحجم هيقل احنا زي ما قلت حضرتك احنا مصر مشكلة ادارية المتابعة والمراقبة هو احنا ليه نكحين اليومين دول في المشروعات التنموية بتاعتنا السيادة الرئيس لانه هناك جهاز صارم ليس هناك اي هوادة في انجاز هذه المشروعات متابعة قوية جدا رغم انه هذه المشروعات يقوم بها جهاز مدني شركات مقاولات لكنه جهاز الرقابي اللي بيتابع شديد بالضبط ما فيش احنا لا نملك رفاهية المقامرة والمغامرة خلاص في مصر الحقيقة انه احنا خلاص يعني هي دي الفرصة الاخيرة يعني نستطيع ان نعمل الوثبة الى النهضة يا اما حتى تتكلب علينا الاكلة حريك بتتكلم عن فكرة تعظيم الاستفادة من الموارد وانه كل جزء يكون ليه اقتصادياته الخاصة بيه والمنتجات اللي يقدر يقدمها للمجتمع يعني نشوف ناس بتصنع فكرة التصنيع عندنا وفكرة تعظيم الموارد هل هشايفها من السياسات المطروحة حاليا ولا احنا محتاجين نعيد ثقافة المجتمع تجاه هذه المفاهيم طبعا انا من اكبر انصار اولا الخامات الموجودة في مصر هي معظمها خامات زراعية الى هذه اللحظة لم نصل بالصناعات الغذائية في مصر الى التنوع المطلوب يعني اتمنى ان اشوف شركات عالمية عملاقة بتتعاون مع شركات محلية لزيادة المنتجات الزراعية وغزو الاسواق العالمية بها الحقيقة كمان انا عايز اوضح لحضرتك حاجة مهمة رجوعا لنقطة المياه اذا سمعت لي انا شخصيا عندما كنت مسؤولا في حزب الابت تبنيت مخترع هذا المخترع حاولت مرارا وتكرارا ان اتنصل من متابعته لضيق الوقت ولكن عندما قررت مواجهة الموقف ان ارى ما يتكلم عنه هذا المخترع وجدت انه هو استثمر مش عايز اقول لحضرتك حوالي 2 مليون جنيه من جيبه الشخصي للوصول الى جهاز يتم بمقتدأ او باستعمال هذا الجهاز تحويل القمامة الصالبة والضارة الى مياه صالحة للزراع القمامة لمياه صالحة للزراع والحقيقة هذا المخترع تقدم الى اكاديمية البحث العلمي للحصول على براءة اختراع ولكن النظرية العلمية التي يقوم عليها هذا الاختراع ليست واضحة امام اكاديمية البحث العلمي هو الرجل وصل الاختراع قد يكون بالتجربة والخطأ قد يكون لكنه الرجل استثمر وقت وفلوس واصبح هناك جهاز ادعوا الدولة الى تبنيه لانه اذا كنا منتكلم على العلماء اللي قدموا لينا خبرات الحقيقة او جايين يساعدوا الوطن على النهوض مؤخرا كان هناك احد العلماء المصريين في استضافة معهد بحوث البناء وتم عرض هذا الاختراع عليه وفجئنا انه فعلا هذا الاختراع له اساس من الصحة وله اسس علمية ايه المشكلة انه انه مش عايز ياخد مش عارفين يدلوا براءة اختراع مثلا انا اعتقد انه المبرر العلمي المبرر العلمي او النظرية العلمية غير واضحة امام الاكاديمية اللي منحوا هذه البراءة ولكن اذا كنا وصلنا الى اختراع احنا زي ما انت حضرتك لا نملك رفاهية اغفال اي فرصة للنجاح هذا الجهاز موجود دعونا نجربه في احد مدافن القمامة لعل انه يكون خير ومصر تستعيد دورها والحقيقة دول كتير عرضت على هذا المخترع انها تشتري ده الاختراع طبعا وده اللي بيحصل لأي هو اصل اساس مشكلة وجود علماء مصريين في الخارج البعض بيكون رايح عايز يدرز يعني ده 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 رغبته الشخصية لكن البعض الاخر بيحبط من البيروكراطية وباتجه بمشاريعه الخاصة او باختراعاته للخارج بيتبنوه الحقيقة انه زي ما قلت الحردك انه الخامات الزراعية موجودة لقيام صناعة غزائية كمان المنتج في القمامة المصرية عظيم عظيم جدا الحقيقة انا ده السبب اننا يعني انا شايف انه القمامة هي حاليا نقمة قد تتحول الى نعمة اذا احنا عرفنا نتعامل احنا لا نملك رفاهية اغفال فرص حتى احنا بنبدد اموال كثيرة جدا في اللاشي طب ما نحاول نشوف اذا كان هذا الاختراع سوف يحل مشكلة لهذا البلد دعونا نضع في كل قرية ليه حقيقي احنا عندنا مشكلة في الاستثمار في القمامة ليه ما فيش مستثمرين بيتشجعوا او الناس اللي بتدخل بتخسر وبتمشي ليه بيحصل كده اوضح لحضرتك لانه عندما تقوم الدولة بمحاولة الحل توفل ان هناك مؤسسة قريدي قائمة تتولى هذه المنظومة لا تحاول ان تتعامل معها وتندمج معها بحيث انه يكون الجميع رابحين حضريةك تقصد الناس بالفعل شغالها في المجال ده ايوا فانا يعني لما اجي ادخل مجال مش بتاعي وتجهلته لسنين طويلة وازبح مصدر رزق لناس كتير لما اجي ادخل ادخل بحساسية وبرشاقة مش بعنف بحيث انه ما يحصلش عملية تخويف وتتكون جبها مضادة لهذه الافكار انا اعتقد انه الموضوع محتاج اي تطور واي تغيير محتاج مرونة وسياسة في التعامل حتى لا يعني يشكل تشكل النهضة تهديدا لارزاق الاخرين وان كنا بنتحدث عن اليات معينة يعني محاولة تعظيم الموارد المائية اللي عندنا سواء مياه جوفية او المحافظة على مياه نهر النيل او يعني اقامة مشروعات سماعت مثلا من فترة كده انه من ضمن البروتوكول ما بين مصر وما بين اثيوبيا في فكرة ملء سد النهضة انه هنمنع في سنوات ملء السد زراعة الرز في المقابل هما هيوفروا لنا ده بطريقة معينة مش هندخل في تفاصيلها لكن احنا عندنا محصولات زراعية حقيقي بتستنزل كمية كبيرة جدا من المياه ممكن تتعوض بطرق اخرى هل في تجارب معينة لدول خارجية قدرت انها يعني تبعد مجموعة من المحصولات الزراعية او توفر استخدام المياه بطرق او باخرى اكيد يعني اولا طبعا هناك سلالات من الارز تستهلك كميات اقل من المياه لكن الحقيقة كان هناك احد وزراء التموين الذين انتقدوا في وقت من الاوقات لانه اطرح فكرة زراعة محاصيل خارج الوطن لصالح مصر نزرع بره ايوه نزرع بره الدول الخليجية بتعمل كده حاليا انا الاراضي والمياه متوفرة في الدول الافريقية فانا ليه ما ازرعش فيه مناطق فيها امطار وفيها متوفر مياه ومتوفر اراضي بحساب بسيط جدا اقدر اعمل مستعمرات سكنية زراعية واعمل يعني الحقيقة مش عايز اقول بعثة من الشباب يتولوا زراعة الاراضي دهيات على ان يخصص الانتاج للاستهلاك المصري خب وتكلفة ان انا ازرع بره ومخاطر النقل او الفاقد ما هو ممكن يخليني بدأ استصلح هنا وازرع بشكل ده ومحدش يكون يعني انا بتكلم على المحاصيل الشريحة للمياه اه زي مثلا الرز يعني انا يعني كان حول اسم الوزير حسن خضر كان طرح فكرة ان احنا نزرع امحف كندا وامتقد هذا علما ان هذا لم يكن بعيدا عن الحق يعني كممكن جدا زي اي شركة تستأجر ارض وتزرع امحف كندا ويبقى مخصص لمصر ولكن احنا نهاجم الافكار الغريبة الغير معتادة بدون دراسة وعية لها طب لو احنا حاولنا اننا نعمل عملية احلال للمحصولات الزراعية اللي احنا بنزرعها يعني حركة ربط مثلا برقم كبير جدا للبرسيم ايه في الوقت اللي فيه ممكن نزرع امح انهي الافيد ان ازرع امح ولا ازرع برسيم ايه اللي هيفيد الفلاحين وفي نفس الوقت هيفيد الدولة هقول لحضرتك حاليا اللي بيفيد الفلاحين زراعة البرسيم ليه البرسيم نبات شره للمياه احنا بنبيع مياه الفلاح بيقدر يحش البرسيم عدة مرات ويجففه ويكبسه بالات ويصدره احنا بنصدر مياه للخارج في شكل برسيم اللي هو الدريس واخد بال حضرتك انما الحقيقة هو لو حضرتك عملتي كنترول وعملتي نوع من الترشيد والتوجيه لانه عملية سايبة اي حد بيزرع بيعمل بعد الغاء الدورة الزراعية وعدم موجود آلية للمتابعة اعتقد انه حولي حضرتك الاراضي الجديدة اللي في الصحرة الغربية النباتات الصالحة لها هي التين وقيام صناعة لتكفيف التين حضرتك محتاجة تعملي صناعة مجاورة للمزارع دي علشان تقدر يتعملي تنمية مستدامة اجزب مجموعة من الشباب يتوطنوا هذه المنطقة الزيتون الزيت الزيتون ومنتجاته الحقيقة كل المناطق دي محتاجة تخطيط بالضبط كده هل حولي حضرتك حاجة بسيطة جدا انا من اكبر انصار زراعة عباد الشمس وهو نبات بسيط جدا واحنا عندنا مقاومات زراعته حقيقة فده يسد صغرى ضخمة جدا في استراد زيوت اللي احنا نستطيع يعني فيه افكار كتير حقيقة اتمنى طبعا علماءنا اللي بنستضيفهم حاليا دولة شكرا جزيلا نباش مهندس مهندس حسن شعبان مساعد رئيس حزب الوفد الصادق شكرا جزيلا لوجود حضرتك معنا النهاردة شكرا جزيلا شكرا مشاهدين على متابعة حلقة النهاردة وبكرا ان شاء الله حلقة جديدة في النور تسبح على خير في النور الحقيقة دان اشتركوا في القناة